المواد الغذائية سؤال اليوم ما المقصود بالمواد الغذائية؟ نتلقى إجابتكم على موقعنا الإلكترونية الظاهر أمامكم على الشاشة سأجيب على السؤال الآن على الموقع الإلكتروني يا أمي حسناً، أخبريني بالحل قبل إرساله لقد درست يا أمي أن المواد الغذائية هي الأطعمة التي نتناولها يومياً هذا صحيح يا فاطمة ولكن التعريف الأدق أنها مواد توجد في الأطعمة تزود الجسم بالطاقة والمواد الضرورية اللازمة لنمو الخلايا وتعويض التالف منها وهل يمكننا تصنيف المواد الغذائية يا أمي؟ بالطبع، فهناك ستة أنواع من المواد الغذائية واحد، البروتينات اثنان، الكربوهايدرات ومنها كربوهايدرات بسيطة وكربوهايدرات معقدة ثلاثة، الفيتامينات أربعة، الدهون ومنها دهون مشبعة ودهون غير مشبعة خمسة، الأملاح المعدنية ستة، الماء وما المقصود بالبروتينات؟ هي جزيئات ضخمة تتركب من النيتروجين والكربون والأكسوجين والهايدروجين ومما تتكون البروتينات؟ تتكون من وحدات بنائية أصغرة تسمى الأحماض الأمينية، أمينو أسيدس، وتقوم بصنع البروتينات اللازمة للجسم وما هي الأطعمة التي تحتوي على بروتينات؟ اللحوم والأسماك والدواجن ومنتجات الألبان والبيض وما المقصود بالكربوهايدرات؟ هي المصدر الرئيس للطاقة في الجسم، وتقسم إلى كربوهايدرات بسيطة وكربوهايدرات معقدة وما الفرق بينهما؟ الكربوهايدرات البسيطة هي كربوهايدرات بسيطة التركيب، مثل السكريات البسيطة، ومن أمثلتها سكر الفاكهة وسكر الحليب أما الكربوهايدرات المعقدة، فمن أمثلتها النشا والألياف وكيف يتكون النشا؟ يتكون النشا من ارتباط عدد كبير من جزيئات السكريات البسيطة ويوجد النشا والألياف في كثير من الأطعمة، مثل الحبوب والبطاطس وما المقصود بالفيتامينات؟ الفيتامينات هي مواد غذائية، يحتاج إليها الجسم للنمو والوقاية من بعض الأمراض، مثل فيتامين A وفيتامين B المركب وما المقصود بالدهون؟ تعرف الدهون بالليبيدات، حيث إن كمية الطاقة المخزنة في الدهون ضعف الطاقة التي قد يستقبلها الجسم من الكربوهايدرات، حيث تقسم الدهون إلى دهون مشبعة ودهون غير مشبعة وكيف نستطيع التمييز بينهما؟ الدهون المشبعة تكون صلبة في درجة حرارة الغرفة، مثل الدهون في اللحوم وفي بعض النباتات، أما الدهون غير المشبعة فتوجد في الزيوت النباتية والبذور وهناك أيضاً الأملاح المعدنية التي لها فوائد عديدة للجسم وما هي الأملاح المعدنية التي يحتاجها الجسم؟ واحد، الكالسيوم والفسفور، ويعملان على تقوية العظام وتنشيط الجهاز العصبي والعضلي اثنان، البوتاسيوم والسوديوم، ويعملان على حفظ اتزان الماء في الجسم ثلاثة، اليود، يحفز الغدة الدرقية أربعة، الحديد، والذي يدخل في تركيب هيموغلوبين الدم في خلايا الدم الحمراء وهل للماء أهمية كبيرة في حياتنا يا أمي؟ بكل تأكيد يا فاطمة، لقوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي تكمن أهمية الماء في أنه يؤدي العديد من الوظائف حيث يمثل الماء ستين بالمئة من كتلة جسم الإنسان ومن وظائفه أنه يساعد على إذابة السموم المتجمعة داخل الجسم يعمل على إذابة بعض الفيتامينات التي لا تذوب إلا في الماء ويعمل على ثبات درجة حرارة الجسم الداخلية والآن يا فاطمة، اذهبي لأداء واجباتك المدرسية سمعاً وطاعة يا أمي، ولكن علينا أن نلخص ما تعلمناه اليوم خلاصة ما تعلمناه اليوم المواد الغذائية عبارة عن مواد توجد في الأطعمة تزود الجسم بالطاقة والمواد الضرورية اللازمة لنمو الخلايا وتعويض التالف منها وتنقسم المواد الغذائية إلى ستة أنواع وهي البروتينات، الكربوهايدرات، ومنها كربوهايدرات بسيطة، وكربوهايدرات معقدة الفيتامينات، الدهون، ومنها دهون مشبعة، ودهون غير مشبعة الأملاح المعدنية الماء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر